اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوي جزر جنات ضربية تنجو من قائمة اوروبية سوداء وثلاث دول عربية تتهم بتوفير ملاذات للتهرب الضربي محصول زيتون وافر في تونس يرفع صادرات الزيت ويشغل اكثر من نصف مليون عائلة وفي النشرة ايضا باكستان تتكبد خسائر كبيرة بسبب سيطرة شركات صينية على انتاج الرخام وتصديره اهلا بكم اقرار وزراء الاتحاد الاوروبي قائمة سوداء للملاذات الضربية تضع سبع عشرة دولة من ضمنها ثلاث دول عربية هي الامارات البحرين وتونس يغذي المخاوف من تأثير سلبي على مالية البلاد بسبب سلوك عقبي قد يلجأ اليه الاتحاد الاوروبي لاجبار هذه الدول على انتهاج سياسات جبائية معينة والكشف عن العمليات المالية التي يقوم بها الافراد والمؤسسات الضرائب المنخفضة لم تعد محبثة اوروبيا فهي اضافة الى عوامل اخرى صنفت كمساهم في نشوء ملاذات ضريبية للشركة والافراد تونس والامارات والبحرين دول عربية ثلاث وضعها الاتحاد الاوروبي في قائمة سوداء ضمن دول تسهل قيام الشركات عبرها بالتهرب من الضرائب اللائحة التي تأخر اصدارها اكثر من عام لم تواجه معارضة في البداية من خارج الاتحاد الاوروبي بل من داخله ايرلندا ومالطا ولوكسنبورغ تعتبر ملاذات للشركات متعددة الجنسيات التي تسعى الى تخفيف العبء الضريبية عن كاهلها بريطانيا تخوفت من ان تصيب اللائحة جزر جنات ضريبية تابعة لها لكن كل هذه الدول لم تذكر في اللائحة بعد ضغط مسؤولين اوروبيين كبار لازالة 12 دولة من القائمة على المستوى العربي كانت تونس قد رفضت رسميا الاستجابة لطلب اوروبي باقاف الامتيازات الجبائية الموجهة الى المؤسسات المصدرات كليا ووجهت رسالة الى الاتحاد الاوروبي اصرت فيها على الاستمرار في منح هذه الامتيازات من اجل الحفاظ على الانتاج الصناعي لديها وفرص العمل سفير الاتحاد الاوروبي في تونس باتريس بيرجميني اكد عزمه على الاجتماع بشكل عاجل مع سفراء الاتحاد الاوروبي المعتمدين في تونس لتدارس سبول تدارك التصنيف المقر بحق تونس والخروج منه في اقرب وقت ممكن ويمنع التصنيف تونس وكل الدول المدرجة في اللائحة السوداء من الحصول على تمويل من الاتحاد الاوروبي ما يؤثر في الوضع المالي للبلاد كما ان القانون يمنع المؤسسات الاوروبية من تقديم اي اعانات للبلدان الموجودة في القائمة السوداء وبالتالي فان كل الاتفاقيات التي وقعتها تونس مع اي دولة ضمن الاتحاد الاوروبي تعتبر الآن معلقة اعلنت الحكومة التونسية تستعدادها لاجاد حلول لاشكالات التقنية والاجرائية في النظام المالي لديها للحد من المخاوف الاوروبية بشأن الامتيازات الضربية بدوره اعلن سفير الاتحاد الاوروبي في تونس باتريس براجميني عزمه عقد اجتماعا عجلا مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين بتونس لتدارس سبول تدارك التصنيف الذي اقره الاتحاد الاوروبي والخروج منه في اقرب وقت ممكن وذلك اثر لقائه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اعربت ابو ظبي عن دهشتها من قرار الاتحاد الاوروبي ادراجها على قائمة الدول غير المتعونة بالمجالات الضربية واعلنت ان دولة الامارات تتوقع رفعها من قائمة بروكسل السوداء للملاذات الضربية بعد تلبية معايير الشفافية التي وضعها الاتحاد وقالت الحكومة في بيان لها انها ملتزمة بعملية اصلاح من المقرر استكمالها بحلول شهر تشرين الاول اكتوبر من العام المقبل واضافت انها على ثقة تامة بان ذلك سيضمن سرعة رفع الامارات عن القائمة تعيش العديد من المناطق التونسية هذه الايام على وقع انطلاق موسم جني الزيتون وسط تفاؤل كبير بتحقيق محصول كبير وتتطلع تونس الى احتلال الصدارة العالمية في مجال تصدير زيت الزيتون قثاوة التقسي وشدة البرد لم تمنع هؤلاء النسوة من جني محصول الزيتون هنا في منطقة برسقة تونسية وسط اجواء من الفرح والتفاؤل مشهد يتكرر تقريبا في كل انحاء البلاد خلال هذه الفترة من كل عامة اكثر من خمسمائة الف اسرة في البلاد تعتمد على صناعة زيت الزيتون مستفيدة من واحد وثمانين مليون شجرة منتشرة في مختلف ارجاء البلاد هذا العام يبدو ان الموسم سيكون وافرا ما دفع بالعديد من الفلاحين الى التخطيط لترويج منتوجهم والعمل على تزدير جزء منه الى الاسواق الخارجية صجرة هذه تساهم في الدولة الاقتصادية وتساهم في التشغيل وتساهم حتى في العملة لتدخل لتونس ومعناها هو الصجرة احنا تنسى نحب زيتون ونحب زيت وثقافتنا زيت وزيتون وحتى معناها التطيب متاعنا والعادات متاعنا ناكل زيت برشا ونحب زيت زيتون هنا تنجز المراحل النهائية لرحلة حبات الزيتون فبعد جمعها من الحقول تبدأ عملية استخراج الزيت الذي يحظى باهمية بالغة في العادات الغذائية والصحية للتونسي كما انه يستخدم كعلاج لامراض عديدة أثبت علميين انه هو يساهم في برشا حاجات اولها انه يساهم في مدوات السرطان وفمعنا زيت الجربوعي يساهم في تجديد الخلايا المريضة بالسرطان وفمع زيت في الحساسية زيت دواء الحساسية ولزيت الزيتون التونسي العديد من الاسناف وفقا لنوعية المناخ ومنطقة الانتاجة والتي تعتبر منطقة برسق من اهمها حيث تنتج افضل انواع الزيوت وهو المعروف بزيت مضوح لزيت الزيتون هنا قيمة ثقافية واجتماعية اضافة الى قيمته الغذائية والاقتصادية حيث احتلت تونس اكثر من مرة قائمة اكبر مصدري هذا النوع من الزيوت عالميا سميح البغاني تونس الميدين اعلن الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ان قيمة صفقة الطائرات التي عقدت مع قطر بلغت 12 مليار يورو مؤكدا ان محاربة الارهاب ركيزة اساسية في التعاون الثنائي بين البلدين وخلال مؤتمر صحفي عقد في الدوحة مع امير قطر تميم بن حمد الثاني تحدث ماكرون عن عمق العلاقات الاستراتيجية مع قطر في المجالين الاقتصادي والعسكري وعلى هامش الزيارة وقعت الدوحة صفقة مع فرنسا لشراء 50 طائرة ايرباس مدنية و 490 عربة مدرعة اعلنت وزارة النفط العراقية ان وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك لم يبحث عمليات شركات النفط الروسية في اقليم كردستان العراق مع رئيس الوزراء العراقي ولمع وزير النفط خلال زيارته الى بغداد وكان نوفاك قد قال يوم الاربعاء ان بغداد ليس لديها اي اعتراضات على عمليات شركات النفط الروسية في اقليم كردستان واكد ان شركتين غاز بروم نفط و لوك اويل لا تشعران بتأثيرات الخلاف بين بغداد و ايربيل ولا تواجهان اي عرقين استثمارين حذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع مستويات الديوم بالنسبة الى الشركات والحكومة والمستهلكين في الصين معتبرا انه قد يهدد استقرار النظام المالي في البلاد داعيا الحكومة الى الابتعاد عن النمو الاقتصادي المعتمد على الاقتراض الصندوق قال ان وطيرة ارتفاع الديون الصينية اعلى من المتوسط على المدى البعيد بـ 25% بالنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي وهو ما اعتبره الصندوق معدلا مرتفعا للغاية بالمعايير الدولية وينطوي على احتمال قوي للتعرض للضغوط المالية مع الزيادة تصدير خمي الرخام والجرانيت من باكستان الى الصين تتصاعد خسائر هذا القطاع فالتجار يسارعون الى بيع الصخور الى الصين مقدمين اقل الاسعار في ظل غياب قوانين ترعى تصدير هذه الصخور الطبيعية بكر يونس الرخام والجرانيت اثنان من اهم الصادرات الباكستانية ومن ابرز كنوزها الطبيعية باتت عائداتهما في تدهور المتسارع بعد سيطرة الصين على نحو 75% من قطاع الرخام وتصديره من باكستان كحجر خام ما كبد قطاع تصنيع الرخام والجرانيت خسارة تصل الى نحو 80% من عائداته على الحكومة ان تضع قوانين ضابطة لاستخراج الصخور وتصديرها وان تحفظ هذا المورد الطبيعي الهم كما يجب تحديد اسعار مناسبة له بحسب قيمته لان هذا المورد يجب ان يبقى ثروة للمستقبل وللاجيال المقبلة الطرق البداية في جلب الرخام والجرانيت من الجبال باستخدام المتفجرات واحتراف الكثير من الفقراء لهذه المهنة من اجل الحصول على احجار كبيرة يقبلها التجار وغياب القوانين اللازمة لتنظيم عملية اقتلاع الصخور اسباب ادت الى تدهور هذا القطاع محليا وانتقلت الفائدة من تصنيع وصق الخامات الى الدول المستوردة نشتري القطاع الصخرية من الباع ونعمل على تقسيمها بحسب الطلب ومن ثم بيعها بعد جعلها قابلة للتصدير الى الصين وبحسب الاتفاقيات بين الصين وباكستان فان الصين لا تضطر الى دفع ضرائب على الصادرات من باكستان بينما يتوجب على التاجر المحلي دفع نحو 30% كضريبة على الاتجار بالرخام والصخور الجرانيت ليتوقف وبنسبة تصل الى 90% عمل هذا القطاع غياب القوانين النظمة التي تحمي صادرات الرخام والصخور الجرانيت فتتكلف هذا القطاع خسائر كبيرة ولا سيما ان المستوردة الرئيسية هو الصين وباسعار زهيدة بكير يونيس السلام أباد الميادين هذا كل ما لدينا من اخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميادين دوت نت للمزيد الى اللقاء اشتركوا في القناة